وهو ما يتعلق بارتفاع الأسعار المستمر في الأسواق طبعاً الكل بيشتكي الآن من ارتفاع الأسعار وهذا الغلاء الذي يعانيه الناس في كل مكان والحقيقة إن الغلاء حينما يطول المواد الأساسية التي يحتاجها الناس في كل يوم لا شك إن هذه تكون كارثة كبيرة جداً لأن فيه أمور من الممكن جداً الإنسان يستغنى عنها ويستعيد عنها بأشياء أخرى لكن فيه حاجات تتعلق بالأكل والشرب وحاجات أساسية في حياتنا ما نقدرش نستغنى عنها أبداً الحقيقة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والأسماك وما إلى غير ذلك الناس كلها تترقب إن يكون فيه بشرة ويكون هناك باريخة أمل إن الأسعار تنخفض ولو قليلاً حتى على الأقل تتلاءم مع الدخل المجول لكل واحد فينا لحد ما حصل المبادرة اللي حصلت مع إخواننا التجار في برسعيد فيما يتعلق بمبادرة الأسماك لما التجار أعلنوا إنهما يعملوا حملة مقاطعة وهذه الحملة حقيقة كثير من الناس كان يقول لك إنها تفشل وإن ياما سبقاتهم حملات مقاطعة كثير بتقعد يوم والأتنين والناس ما بتشتركش في حاجة زي كده وناس كتبت تقول إن الناس أصلاً سلبية يعني تبقى الحياة غالية والكل بيشتكمل الغلاء بس برضو الناس بتروح تشتري حتى لو كانوا بيشتروا أقل من احتياجاتهم لكن بيشتروا وبالتالي الأسواق طول ما هم شايفين إن فيه عرض وطلب من الأمور ماشية حتى لو بيأقل قليلاً هذه الدنيا ماشية إلى أن تم إن فعلاً حملة المقاطعة في برسعيد نجحت وحقيقة يعني الناس كانوا متعاونين جداً مع التجار في برسعيد وكان الأمر هيخرج أيضاً خارج إطار برسعيد في محافظات أخرى وكانوا من خلال السوشال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة بيطلعوا يعني ينادوا كل التجار في خارج برسعيد إن هم ينضموا إليهم بحيث إن المبادرة لو ما نجحتش في برسعيد من الممكن هم يجدوا بارقة إن هم يخرجوا خارج برسعيد وبالتالي ينجحوا في محافظات أخرى لكن بفضل الله عز وجل يعني تم هناك تعاون مع عدد كثير من المحافظات ولسيما في ضميات وبرسعيد والأماكن الخاصة بالبحر حقيقة المبادرة نجحت والناس بداية تفكرت طب ليه ما نعملش كده في باقي السلع هل في منع نحن نعمل كده مثلا مؤطعة مع اللحمة وبالتالي اللحمة أصارها ترخص هل من الممكن نعمل ده مع الدجاج مع البيض مع الاحتياجات الأساسية اللي احنا بنحتاجها كل يوم هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في حلقة الليلة يشارفني واسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الأستاذ حسن هيكل المحلل الاقتصادي وأمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء أهلا وسهلا مرحبا كل المشاهدين طب نبري فيك